اشتركوا في القناة ومن دانة الدنيا دبي ضمن انطلاقات هجني اصحاب السمو وشيوخ على ارضية هذا الميدان الذي يحتضن انطلاقات سن اللقاية سن المفاجات في الخمسة كيلو مترات ننطلق مع ثالث اشواطنا في امسية هذه الليلة ثالث اشواط خصصة لانطلاقات الابكار اتقدم مباشرة عبر الهواء بثا مباشرة عبر قناة وقنوات دبي ريسنج الحاضرة في تحفة ميادين السباقات اتقدم مع المراكز اللولة هملولة على المركز الاول هملولة على الصدارة خطفة المقدمة ما بعد انطلاق هذه المؤسسات من هجن رياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مرشد يتقدم على المركز الاول ومن قدم هملولة مع اول اشواط امسية هذه الليلة المركز الثاني المركز الثاني الشهيني قادم من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالية في عملية التضمير والتدريب والمركز الثالث هملولة القادمة كذلك من هجن الرياسة بمتابعة حمدان بن محمد بن مرشد والمركز الرابع المركز الرابع عنوان عنوان هجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران يتقدم في هذه اللحظات مع عنوان ومن قدم الذهبية مبلش الهجن الشحانية مهدي الناموسي اولي اشواط الجعدان مع التوقيت الافضل والاجمل فيهم سية هذه الليلة حتى هذه اللحظات نتابع المركز الخامس وصلت ذخيرة ذخيرة لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن احمد بن عبد الملك في المتابعة في المسايرة وتابع المركز المركز الشادس وصول في هذه اللحظات من مذيار لجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران يتقدم مع انطلاقة وتحديات مذيار نتابع المركز المركز السابع ملوح القادمة لإسمه شيخ راشد بسعود المعلة سالم بن خلفان بن شاوي الاغفل يقدم يتابع انطلاقة ملوح الدار قادمة الدار لجن الشحانية الذهب يسالم بن فاران المريم ما شاء الله وصلت هجن العاصف بالورقة الثانية في هذا المسار مع الشاهيني بمتابعة غياث الهلالي وافراح المركز العاشر بمتابعة افراح بتقدم شعار سمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بمتابعة مضمر شرق الاوسط طارش بن مبارك بالقوبع هكذا هي النتيجة هكذا هي نتيجتنا للعشر المراكز نغادر اثنين كيلو متر وهملولا على المركز الاول هملولا على الصدار همالي للرياس انتشرت هنا في هذا الميدان طارت بالمقدمة من البداية بقيادة حمدان بن محمد بن مرشد المركز الثاني المركز الثاني قادم عنوان 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 لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران يتقدم مع شعار الادعم في هذا المساء وفي هذا المسار المركز الثالث وتابع هجن رياس وهملولا القادمة الواصلة حمدان بن محمد بن مرشد في المتابعة الرابعة 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 وتابع هذي الشاهينية هذي من العاصفة قادمة منطلقة باحثة دايما عن تميز العاصفة في كل التحديات في كل الانطلاقات مع غيات الهلالي بدع ثلاب يتحرك هذي اللحظات مع ظخيرة لمعالي شيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن احمد بن عبد الملك في المتابعة شعار اعلاد القادمة والمنطلق يا سلام يا سلام يا سلام احلوة احلوة المنافسة الدار الدار قادمة الدار في دار اهل مكتوم الكرام قادمة من اجنة شعانية من دولة قطر سالم بن فاران المري الكين والاخير عودة الى الصدار عودة الى هملولة 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 ع المركز الاول الثانية هملولة الثالثة الدار الدار من اجنة شعانية مختار مختار بدأ يتلاعب بالاعصاب مختار بن احمد بن عبد الملك قادم بنتاج بدع ثلاب لمعالي شيخ محمد بن بطيال حامد ماشاء الله رباعية رباعية هملولة الدار الدار ذخيرة يا سلام يا سلام يا سلام ياهو تمهيدي ياهو انطلاق ياهو تحدي يا سلام مع هذه الاسماء اجنة رياسة اجنة شعانية اجنة معالي شيخ محمد بن بطيال حامد مختار 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 بن مرشد مختار مختار اللحظات الاخيرة مختار وحمدان بن مرشد يا سلام اجنة رياسة اجنة رياسة اجنة سمو شيخ معالي شيخ محمد بن بطيال حامد اللحظات الاخيرة المتار الأخيرة المتار الأخيرة ذخيرة هملونه جماهير الرئاسة ابشروا دايما بالتفوق سلام النقطة الثانية شكرا حمدان بن محمد مماروشه المركز الثاني ذخيرة لبعالي الشيخ محمد المركز الثالث الدار لهجن الشحانية المركز الرابع هملونه لهجن رئاسة والمركز الخامس هجن الشحانية هكذا هي النتيجة عودة مع خملولة والنقطة الثانية لهجن رياسة مع المضمر حمدان بن محمد بن مرشد مشكور يا مراشد على المتابعة دائما مع هذه التحديات والانطلاقات سبع ثلاثة واربعين وتسع أجزاء من الثانية تهانينة والناموس هجن رياسة وجماهير هجن رياسة ذخيرة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد سبع دقائق أربع واربعين جزء واحد من الثانية مختار بن أحمد بن عبد الملك من تابعها بهذا الانطلاق والتار من هجن الشحانية شكراً الذهبي سالم بن فاران المري سبع خمس واربعين جزء واحد من الثانية تهانينة والناموس للجميع شكراً للمشاهدة مكتر اشتركوا في القناة